الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد أن التنسيق والتعاون متعدد الأطراف أضاف بعدا استراتيجيا لمواجهة التحديات الأمنية منوها في هذا الصدد إلى ما تليه دول مجلس التعاون الخليجي من اهتمام بالغ بتعزيز تكاتفها وتكثيف تعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في حفظ أمن واستقرار المنطقة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله سمو الشيخ عبدالله بن زايد آلن هيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومع للدكتور نيك إينغ هين وزير الدفاع بجمهورية سنغافورة بمناسبة مشاركتهما في منتدى حوار المنامة حيث أعرب سموه عن اعتزازه بمشاركتهما في هذا المنتدى الهم الذي يشكل محطة التقاء عالمية للتباحث في أهم القضايا الإقليمية السياسية والأمنية الراهنة منويها سموه بالعلاقات التي تربط مملكة البحرين والشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة سنغافورة الصديقة وخلال اللقاء جرى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشارك والموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى حوار المنامة اشتركوا في القناة هذا وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدى لقائه بكبار المشاركين في أعمال منتدى حوار المنامة 2016 على أهمية انعقاد مثل هذه الملتقيات التي تشكل منصة تلتقي فيها وجهات النظر وتناقش أبرز القضايا الراهنة على الساحتين الأقليمية والدولية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة وما يتم طرحه من رؤان تسهم في استشراف مستقبل أكثر أمنا وزهارا للمنطقة ورحب سموه حفظه الله بكبار الضيوف مشيدا بحرص الدول الشقيقة والصديقة في المشاركة في أعمال المنتدى واستشعارهم لحجم التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم وضرورة إيجاد السبل الكفيلة التي تعزز الأمن والاستقرار للجميع دعيا سموه لدى لقائه بصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبد العزيزة لسعود رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ومعالي السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري ومعالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والشيخ تامر العلي الصباح رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي وعددا من كبار المشاركين إلى طرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل استثباب الأمن والسلام والتنمية وهو ما يستدعي العمل على بذل المزيد من أجل محاربة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه بإجراءات حازمة وتطرق سموه وكبار المشاركين في أعمال منتدى حوار المنامة إلى أبرز التحديات التي تواجه المنطقة إلى جانب المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتأكيد على الالتزام الدولي المشترك في تعزيز الأمن ومحاربة الأفكار المتطرفة وحماية المجتمعات منها من جانبهم أعرب كبار المشاركين عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بهم وأشهدوا بحرص البحرين على دعم الجهود الدولية بما يسم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام